العصور على المواطن السعودي هتنشطة المفقود في مصر متوفي في إحدى الشوارع وأول رد من شقيقه على الأخبار دي ضجت مواقع التواصل الابتماعي خلال الساعات اللي فاتت بخبر يفيد بعصور أجهزة الأمن المصرية اليوم الأسنين على جسد المواطن السعودي المفقود في القاهرة هتنشطة وقالت مصادر أن السلطات المصرية عاصرت على الجسمن في إحدى الشوارع وتم فحصه وتبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وفي أول رد فعلا للأخبار دي علاء هاني شطة شقيق المواطن السعودي المفقود في مصر هتنشطة على الأخبار دي وقال في مقطع فيديو إن شقيقه ما زال مفقودا بدأت تطلع إشاعات وأخبار غير مدققة عن وفاة أخي حتى هذه اللحظة لا نعلم إن كان حي أو ميت هو مفقود ولم يصدر أي شيء بشكل رسمي يؤكد العصور عليه من جانب الجهات الرسمية أو يؤكد وفاته وأشار لأنه الآن في مصر وطرك أهله وعملوا البحث عن شقيقه وكل ما يحدث سوف يكون خير سواء عصره عليه متوفي أو بصحة جيدة وكان هتنشطة اختفى من يوم 22 إبريل الماضي في القاهرة الجديدة بعد خروجه من شقاته في منطقة الرحاب شرق القاهرة تاريكا كافة متعلقاته والحد هنا يكون الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد تاريكا كافة متوفي أو بصحة جديد وكافة متوفي أو بصحة جديد وكافة متوفي أو بصحة جديد